اشتركوا في القناة طبعا تخديم محترف لللاعب والأجمل منه استقبال يعني الفيديو عن علي معلول طبعا في احترافية عمله رسالة هيلة ها طبعا اللعب ده يعني الكل يراه يعني أحد المواهب الصاعدة الوعيدة جدا في تونس وقارط أفريقي رسالة هنشوف رسالة علي معلول اللي رحب بيها بمحمد الضوي كريستو بس على ما نشوف الرسالة عايز أقول لكم إدارة لجنة إدارة المباريات في النادي أعلنت منذ قليل عن توفير التوبسات مجانية لنقل جماهير الآلي إلى الإسكندرية لحضور مباراة المصري اللي هتكون في الأسبوع 13 للدورة يوم الخميس في ملعب برج العرب الاتوبسات هتتحرك إن شاء الله من أمام بوابات فرع النادي في الشيخ زايد بداية من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس هيكون آخر موعد للتحرك الساعة 12 الضهر ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقته الشخصية والفان اي دي اللي هو بطاقة الاشتراك بتاعته في السيستم بتاع تذكرتي وتذكرت المباراة الحصل عليها هيحظر استحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة ده تقليد يا جماعة الأهل كان بيعملوا من زمان يعني من سنوات طويلة محمد عبدالجايد كان بياخدوا فوق ده ويطلع بيهم يعني وبعدين أنت بتقول كده عشان الناس يتقولك هيقلد حتى لا بتقلد قلد في الكويس بقولك إيه ده تعبير يا جماعة ده عرف الأهل طول عمره إنما بينظمه أنا بتكلم في المبدأ لكن في دي الكل بيقلد الأهل دي بالزاد كان سباق الأهل ده والقاطر كنت بتحجز في القاطر وتاخد الناس ده سنة ستة وستين قاطر الإسماعيلية فاكر التذكرة بالقاطر أيها هو ده الحرص القديم من الأهل لجمهور وكويس إنه الجمهور بدأ يبقى ملتزم جدا بدأ يتناغم مع إدارة المباريات مع اللجنة المختصة في النادي اللي بتعلن للجمهور عن الضوابط والنظام الناس ما بتخلفهاش فبالتالي فيه تسهيلات في الدخول بأدوات التشجيع وبالفانيلا الحامرة وبكل ما يساهم للجمهور في إنها تحضر وتساند فرقتها الأدوات المسموح به خلاص الجمهور عارفة عارفة إيه الممنوع وإيه المسموح وهناك اتفاق وقطعا هيبقى فيه اتفاق وتنبيه بالحاجات المسموحة يعني طيب نشوف علي معلول بقى وهو بيرحب ببلدياته محمد الضاوي المهندس عدلي ما بيعرفش تونسي حاولت تترجم له ملحظة خلينا ترجم له بص علشان أترجملك بيقول له نعرف يا أخويا إنها رحلة طويلة لكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة هنا كل شي مختلف التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء هنا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي وبيقول له علي كريستو مرحبا بك في النادي الأهلي قلعة البطولات فخر الأمة نادي القرن وفيش أكثر صدقا ولا تعبيرا بهذه الكلمات من واحد عاصرة وعاشة وأخلصة وأنجزة ودخل قلوب المصريين وهو زي يقوله خليك بس واخد كريستو في يده بقلوب الأهلوين وأنت يعني حتكمل وراي ده كلام رائع جدا